كتبة مراتي كانت السبب في جارة أهل للدجالين والمشاوزين وأنهم يكبروني على تناول العقاقير والخلطات والتركيبات أنا معتز 32 سنة حكايتي ابتدت من أربع سنين لما تعرفت على ملك ودي كانت صاحبة أختي وزملتها في الدراسة كنت معجب بيها جداً لدرجة أني كنت بأجل الارتباط لحد ما تخلص كليتها عشان أقدر أتقدم لها والدتي كانت كل يوم والتاني بتجيب لي عروسة وتطلب مني أني احنا نروح نزورهم كنت برفض بحجة أني مش بفكر في الجواز دلوقتي وده كان مولد مشاكل كبيرة بيننا وفي يوم لقيتها بتكلمني على بنت معرفة وكالعاد رفضت وتحجقت بلطافة فزعقت وقالت لي بغضب أنت مستني إيه أنا مش فاهمة هو أنت مش واخد بالك أنك دخل على 30 سنة دخوتك متجاوزين ومخلفين وهم أصغر منك وكملت بشك وقالت ولا أنت بقى في حد في دماغك لو في حد عرفني مش كل يوم اتفق مع أهل عروسة وإنت ترفض أنك تجي معايا وتحرجني اتفاجأت لما لقيتني بقولها فيه بصراحة ملك زميلة عولة أختي أنا معجب بيها ردت وقالت بهدوء والله هي كويسة وأختك بتشكر فيها وفي أخلاقها خلاص أنا أخلي أختك تفتحها في الموضوع ونشوف لو في قبول منها نتكلم مع أهلها وفعلا أختي تكلمت معاها ووافقت إننا نفتح أهلها في الموضوع ورحبوا بينا جدا وقارينا الفتحة واتخطبنا واتفقنا إن الفرح بعد ما تخلص كليتها حبينا بعض جدا في فترة الخطوبة وكنا بنحب نتكلم مع بعض ليل مع نهار لحد ما خلصت كليتها واتجاوزنا ومن هنا بقى بدأت المشاكل كنا في العيلة وكانوا ثلاث سلايف كنت بلاحظ دايما إنها عايزة تكون الأجمل والأحسن في كل حاجة كنت بستغرب طريقتها جدا لما لقيها مش بتراعي ظروفي وبتطلب طلبات أكبر من تقطي كنت دايما أقول لها بطلت بصي لسلايفك أنا ظروفي مش زي ظروفي أخواتي أنا لسه طالع من مصاريف شقة وفرح ردت عليها بأصابية وقالت ده أقل حاجة لي وإنت لازم توفى لكل طلباتي كنت بقدر المستطاعة بحاول للمخلهاش أقل من حد بس كانت دايما بتبص للأعلى وده كان مخليني دايما حاسس بالعجز وعدت الأيام وأنا بحاول أقنع نفسي إنها كويسة وإن الغيرة دي حاجة غصب عنها وما ينفعش تكون سبب إن أخرب بيتي علشانه واستحملت كتير لحد ما عد أول سنتين على جوازنا وبتدينا ندخل على سكة تانية وهو تأخر الحمل كانوا أهلي وأهلها بيلحوا يعرفوا سبب تأخر الحمل لحد ما كبر الموضوع في دمخها وفي يوم لقيتها بتقول لي إيه رأيك يا معتز إن إحنا نروح نكشف ونتطمن على نفسنا الأول من غير ما نعرف حد بصراحة اقتنعت بكلامها جدا خصوصا إن ده شيء خاص بينا ومش من حق أي حد إن يعرفه ردت عليها وقلت لها مفيش أي مشكلة بكرة بعد الشغل أجل إيجي جاهزة ونروح نكشف عند الدكتورة كويسة رحنا كشفنا والدكتورة كتبت لينا على تحليل مبدئية قبل الكشف وفعلا حللنا وروحنا بعد أسبوع سألتها ملك بتوتر وقالت خير يا دكتور طمينينا ردت عليها الدكتورة وقالت بصراحة أستاذ معتز تحليل كويسة جدا بس في عنديك شوية مشاكل تمنعك من الخلفة نظرت الحزن اللي جنت في عيونها ده بحتني وفضلت تعاية طول الطريق وأنا كنت بطمنها أن هي أهم عندي من الأطفال ردت علي وقالت يعني مش هتيجي في يوم تقولي هتجوز عليك جاوبتها وقلت لها أبدا والله أهم حاجة أن إحنا مع بعض خلاص بقى امسح دموك عشان إحنا داخلين على البيت وأول ما وصلنا البيت كانت صدمتي الحقيقة لما لقيتها بتعيط بتعيط جامد قوي ووالدتي اندهشت من شكلها وقالت لها مالك يا بنتي اتخنقت ولا إيه ردت عليها الرد اللي خلاني أكدب وداني معقول اللي أنا سمعته ده اتفاجئت بيها ويقبت قول لأمي بعياط مسموع اتفقت أنا ومعتز إن إحنا نعمل تحاليل ونتطمن عن سبب تأخر الحمل والدكتورة أكدت إن أنا كويسة وما فيش أي حاجة والمشكلة عند معتز الصدمة خرستني معقول اللي أنا سمعته ده للاحظة قلبة الموازين ولقيت والدي ووالدتي بتعاطف معها بطريقة مبالغ فيها ده غير سلايفها اللي بيقولولها ربنا يصبرك تلعنا شقتنا وانا جوايا منها بوركان غضب أول ما دخلت من باب الشقة زعقت فيها بعصبية وقلت لها ممكن أفهم الدراما اللي كانت تحت كان سببها إيه ردت عليها وقلت بكل جراءة وانت كنت عايزني أقول لهم إيه يعني أقول لهم إن العيف فيها أنا وإن أنا اللي ما بخلفش وأستحمل كل يوم والتاني إهانتهم لي واللعود إزاي واستسلايفي وكل واحدة معها بالثلاث عيال وبعدين انت زعلان ليه انت مش بتقول إنك بتحبني ومش فارق معاك الأطفال والعايز أهلك يعملوني زي البيت الوقف وكل يوم والتاني يجبوا لك عروسة ويحرقوا في دمي ردت عليها بصدمة وأنا بقول للدرجة دي هو ده كل اللي همك ما فكرتش فيها أنا عاوز إيه وبتسمت بتريعة وأنا بكمل كلامي وبقولها ويا طرى بقى نوية تقولي لأهلك الحقيقة ولا هتقول لهم من العيف فيها برضو ردت بلا مبلاء وقالت لا طبعا السر اللي يخرج بين اتنين ما يبقى السر يا حبيبي ردت عليها باستفهام وقلت لها يعني إيه وقبل ما ترد لقيت الجرس بيرن كانت والدتي والدي وهم جايين ومقصورين وبيقولوا لها ممكن يا حبيبتي ما حدش من أهلك يعرف الموضوع بتاع التحاليل لحد ما نغضو عند شيخ كويس أوي الناس كلها بيشكروا فيه وبيقولوا إنه سروا بادع اتصدمت فيها لما لقيتها بتمثل وبتعيط وبتقول طبعا يا ماما والله أنا كنت لسه بطمن معتزة وبقولوا إنها عرف أهلي إن تحاليلنا إحنا الاتنين كويسة والدكتورة قالت إنها مسألة وقت مش أكتر وعدت الأيام وبقت هي الكل في الكل في البيت لدرجة إن الأكل بقي جالها لحد عندها وما بقتش تعمل أي حاجة وطبعا كان سلايفها بيشتكوا إن الحمل كل عليهم لكن والدتي كان بتخاف جدا على زعلها لأنها مستحملة ابنها اللي ما بيخلفش وطبعا دا كان مفرحة جدا ومخليها تعيش وتمثل دور الضحية بكل احترافية وكل يوم والتاني أهلي ياخدوني عند الدجالين وأشرب خلطات غصبا عني وأنا مضطر أرجع من الشغل ألاقي شيخ ويقول أنت معمولك عمل كنت بتخني لدرجة إني قلت لها إني هعرفهم الحقيقة وقلت لها بغضب أنا مش مجبور كل يوم والتاني أفضل أسرب قرف ما عرفش إيه هو عشان أنت تعيش دور الزوجة المضحية المستحملة جزها اللي ما بيخلفش كانت بتعايد بدموع التمسيح وبتترجاني وكت بسكت وبتعاطف معها لحد ما أمي بقت خدامة تحت رجليها وبتتمنى رضاها عشان خطر إنها تكمل معايا قصرت أمي وزلتها خلتنا تخنق منها ومن تصرفاتها وتأكدت من أنا نيتها وإنها بتستغلني وقررت أن تقم منها على كل لحظة استغلتني فيها وبدأت أدور على زوجة صالحة وفعلاً اتجوزت من ورها ومن وراهم كلهم شهر والتاني لحد ما أمراتي بقت حامل أخدتها من إيديها ورجعت بيها البيت وكلهم اتصدموا لما شفوها وقفة جنبي فسألوني بصدمة من دي؟ ردت عليهم وأنا عيني في عين ملك وقلت لهم مراتي رد أبوي وأمي بعصبية وهم بيدفعوا عن ملك اللي وقفها مصدومة وقالوا يعني مش مكفيك إنها مستحملك على عيبك كمان بتتجوز عليها ردت عليهم وأنا بقول بديء تصدقوا بالله أنا اللي مستحملها على عيبها وبدل ما تحمد ربنا افترت قوي وغيرتها من اللي حواليها هي اللي وصلتها لحد هنا ولعلمكم مراتي حامل ردت والدتي بهمس من صدمتها وقالت يعني أنت بتخلف يا حبيبي وهي اللي مش بتخلف وبصت لها وقالت لها بغضب أنا عمري ما شفت جبروت كده أنت لا يمكن تعودي في البدة ثانية واحدة بعد كده وفعلا طلقتها وربنا قرمني بزياد وحبيبة ودي كانت قصتي عشان كده حاب أقول لكم أو عتسمح لحد أنه يستغلك مهما كان السبب أو مهما كانت قيمت عندك لأنك من غير ما تاخد بالك هتفضل تقدم تنازلات لحد ما تلاقي نفسك بتوصل لنقطة السفر وانت الوحيد اللي بتدفع التمن